اعلن رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية عن تعميم دليل تقييم مراكز الخدمة الحكومية لجميع الجهات الحكومية بعد اعتمادهم من قبل اللجنة التنسيقية والذي يأتي في سياق متطلبات برنامج عمل الحكومة لإدارة التغيير والاتصال والإحداث تحول رئيسي في الثقافة السائدة في القطاع العام مشيرا إلى أن الخامسة الخامس والعشرين من فبراير هو موعد انطلاق التقييم المبدئي لخمسين مركزا موزعا في كافة محافظات المملكة جاء الإعلان ضمن مخرجات الاجتماع الثالث للجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية حيث انتهت اللجنة من عقد ورشتين عمل لتعريف الجهات الحكومية بآلية التقييم ومن المقرر أن تعقد ورشة العمل الأخيرة غدا الاثنين وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة مجموعة من المواضيع واستعرضت مخرجات إعداد فرق التقييم وأليات العمل حيث حارصت اللجنة على الشمولية في عملية التقييم لمراكز الخدمة الحكومية بدءا من سهولة الوصول إلى المركز والتميز في الخدمة وبيئة المركز وسلاسة إدارته وصولا إلى فاعلية العمليات الإدارية المطبقة وإشمل ذلك أراء المتعاملين وآلية التعامل مع ملاحظاتهم ترجمة نانسي قنقر